موسيقى والذي يطمئن إليه خاطري أن الله بدأ مشروعية الصوم بالأيام المعدودة يوم عاشوراء سلاسة أيام من كل شهر وتلك الأيام المعدودة هي التي شرع الله فيها أن نصوم إلا إذا كان الإنسان مريضا أو مسافرا فعليه عدة من أيام أخرى وهو مخير في تلك الأيام المعدودة إن كان مطيقا للصوم أن يصوم أو أن يفتدي أما حين شرع الله الصوم في رمضان فلم يتأتى فيه ذلك الاختيار بدليل أن آية يطيقونه لم تأتي في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم نهائيا وبعد ذلك كما استثنى هناك المريض والمسافر استثنى أيضا في مشروعية رمضان المريض والمسافر ولكنه لم يتكلم عن الذين يطيقونه فلهم خيار أن يصوموا ولهم خيار أن يفتديوا فيجب أن نلحظ أن الصوم في الإسلام كان على مرحلتين المرحلة الأولى أن الله سبحانه وتعالى شرع صيام أيان معدودة فمن كان غير مريض وهو مقيم فعليه أن يصومها وبعد ذلك إن كان مطيقا للصوم فله خيار في أن يفدي أو أن يصوم وإن كان الصوم خيرا له أما حين شرع الصوم في زمن محدود بشهر رمضان فلم تكن فيه هذه الرخصة بدليل أن آية يطيقونه هناك جاءت في أيام معدودة ولم تأتي في قول الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن شهد منكم الشعر فليصوم ثم استثنى المريض واستثنى المسافر وما يجب أن نعلم أن الأحكام في هذه الآية الكريمة وفي الآية التالية لها مباشرة تتعلق بالمبدأ العام للصيام لاحظ جيدا تتعلق بالمبدأ العام للصيام بما يشمله من أحكام الصيام ككفارات ومن صيام التطوع وهذه الأحكام بينة في كتاب الله تعالى يعني مثلا يقع حكم الصيام أياما معدودة على بعض حجاج بيت الله تعالى لاحظوا قول الله سبحانه وتعالى فمن لم يجد فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم أيضا نرى حكما يتعلق بالصيام يقع على من يقتل مؤمنا لاحظوا قول الله سبحانه وتعالى وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله أيضا نرى حكما يتعلق بالصيام لأيام معدودة يقع على من عقد الأيمان ولم يجد كفارة وذلك في قوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام أيضا نرى حكما يتعلق بالصيام لأيام معدودة تقع على من يقتل الصيد وهو محرم وهو محرم في أشغر الحج لاحظوا قول الله سبحانه وتعالى أو عدل ذلك صياما ليذوقه وبال أمره أيضا نرى حكما يتعلق بالصيام في مسألة الظهار يقول تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماساه كل ذلك كإطار عام للصيام إضافة لصيام التطوع كل ذلك محمول بالآيتين الأولى والثانية لاحظوا قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون هاتان الآيتان الكريمتان تصوران الإطار العام للصيام هاتان الآيتان الكريمتان تصوران الإطار العام للصيام لاحظوا مطلع الآية الثانية لاحظوا مطلع الآية الثانية أياما معدودات بين قوسين أياما معدودات يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات هذه العبارة بهذه الصيغة أياما معدودات تؤكد صحة ما نذهب إليه أن هاتين الآيتين تصوران الإطارة العامة للصيام بمختلف تنوعاته يعني كلمة معدودات هي جمع لكلمة معدودة كلمة معدودات هي جمع لكلمة معدودة وكل حالة من حالات الصيام التي تقع على بعض الناس لها أيامها المعدودة وبالتالي فالجمع لكل ذلك هو أيام معدودات يعني مثلا بعض الحجاج يقع عليهم حكم الصيام لأيام معدودة والذي يقتل مؤمنا خطأا رأينا كيف أنه يقع عليه حكم بديل يتعلق بالصيام لأيام معدودة والذي يعقد الأيمان يقع عليه حكم بديل يتعلق بالصيام لأيام معدودة والذي يظاهر يقع عليه حكم بديل هو الصيام لأيام معدودة إذن جمع هذه الأحكام هو أيام معدودة يعني أيام معدودة يعني لاحظوا أيام معدودة مع أيام معدودة مع أيام معدودة هذا الجمع هو أيام معدودة هذا الجمع يعني أيام معدودة مع أيام معدودة مع أيام معدودة مع أيام معدودة هذا الجمع لكل ذلك هو أيام معدودات وهذا ما تنطق به العبارة بين قوسين أياما معدودات الآن بعد هذه العبارة بين قوسين أياما معدودات بعدها ترد العبارة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ترد هذه العبارة لتحمل حكما لمن يقع عليه الصيام ولكنه في ظرف مرض أو سفر لأنه عليه قضاء ما أفطره بعد شفائه أو بعد انتهاء حالة سفره وما نراه حتى الآن هو سيغة المخاطب انتبهوا جيدا إلى هذه النقطة ما نراه حتى الآن هو سيغة المخاطب لاعر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر الصيغة هي صيغة مخاطب الصيغة واضحة أنها صيغة مخاطب وذلك كون النص يخاطب من تقع عليهم هذه الأحكام بعد ذلك مباشرة لاحظوا جيدا بعد ذلك مباشرة ترد العبارة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له ماذا نلاحظ في هذه العبارة؟ ما نلاحظه أنها بصيغة الغائب ما نلاحظه أنها بصيغة الغائب وهذا الانتقال إلى صيغة الغائب هذا الانتقال إلى صيغة الغائب هو لكون الذين لا يستطيعون الصيام على مدار العام كما سنرى إن شاء الله تعالى هو لكونهم خارج إطار هذا الإلزام الواجب اللازم أداؤه الآن بعد هاتين الآيتين بعد هاتين الآيتين الحاملتين لأحكام الصيام في إطاره العام بعدهما مباشرة تأتي الآية الثالثة حاملة للأحكام الخاصة بصيام شهر رمضان بعد هاتين الآيتين الحاملتين لأحكام الصيام في إطاره العام تأتي الآية الثالثة حاملة للأحكام الخاصة بصيام شهر رمضان وبشكل خاص لاحظوا ماذا يقول الله تعالى في هذه الآية الثالثة شهر رمضان لاحظوا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام هنا في هذه الآية الكريمة نرى أحكاما خاصة بشهر رمضان هنا في هذه الآية الكريمة نرى أحكاما خاصة بشهر رمضان ومما يؤكد ذلك مما يؤكد ذلك هو تكرار العبارة ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى حيث وردت هذه العبارة ذاتها في الآية الثانية السابقة مباشرة والحاملة لإحكام الصيام بإطاره العام ترجمة نانسي قنقر شكرا